أنه هذه ليست رحلة مع المدرسة رحلة ترفيهية خارج إطار المدرسة حتى لو كان هناك تلاميذ حتى لو كانت رحلة مع المدرسة أليس الرقص جزء أصيل من الثقافة المصرية والثقافة العربية يعني في الأفرح نحن نرقص في النجاحات نحن نرقص أين المشكلة يعني مهي بالذات ما هو ده اللي أنا بكلم فيه أن نبتدي نتكلم على هل الوزارة التربية والتعليم اختصاص أو لا لو دي رحلة مدرسية ونبتدي نفتح النقاش أنه هل الرقص في حد ذات وعيب ولا لا هل هذا فعل مشين ولا لا هل أصلا مدرسة رصق يعني حتى طريقة رقصها هي لم تكن طريقة متزرة على سبيل المثال ما هيش حاجة تخلي فعلا نتكلم أنه لا ما أصلا ما يصحش اللي هو الكلام المجتمعي ده مش ما كانش موجود يعني ده هو لم يطرح للنقاش بشكل أساسي ونرجع تاني نتكلم أنه في سياق آخر لو المدرسة دي كانت مدرسة أوروبية وسط طلبة أوروبيين هل كان حيبقى عندنا نفس الفكرة ولا نحن كنا نقول والله أصلا مجتمعهم عمل كده أو كنا نشوف بص يا جماعة تفاهم ما بين الطلبة وما بين المدرسين وهذا ينبع عن ماذا عن ازدواجية في المعايير يعني بالفعل عندما نرى فيديوهات لمدرسين أجانب يوجدون أوقات لطيفة مع تلاميذهم يعني نتمنى أن يعيش أطفالنا نفس هذه الأوقات مع معلميهم ولكن عندما حدث هذا الموضوع معنا نحن في مجتمعنا باتت النظرة مختلفة ما سبب ذلك؟ بالضبط هو ده اللي بيجرى أنه النظرة بتبقى مختلفة تماما ونبتدي والحقيقة أنا ممكن كنت أتفاهم فكرة أنه نناقش على الدور الرقابي لأن الموجود للمدرسة لما تبقى موجودة في رحلة مدرسية وأنه من حقها تهيس وتفرح بس في نفس الوقت ما هو فيه دور الرقابي هل تم الإخلال بالدور الرقابي على الأطفال لضمان سلامتهم ولا لا ده تاني كان نقاش يبقى تقدر نيابة الإدارات تتدخل فيه تقدر وزارة التربية وتعليم تتدخل فيه لو فعلا ثابت أي حاجة من حاجات دي لكن حتى هذه اللحظة احنا بنتكلم على تصرف شخصي بحت والمدرسين دول في النهاية هما بشر مين فينا ما بيرقصر مين فينا مش بيهيس احنا مش طول الوقت لابسين البرنيطة بتاعة أو العلامة اللي هي بتخلينا ده محامي فما ينفعش طول حياته طول الوقت يشتغل غير بالطريقة الفلانية أو يتعامل مع الناس بالطريقة الفلانية ده مدرس أو دي مدرسة ما ينفعش نهاية تتعامل غير بالطريقة الفلانية لا ده مش حقيقي الناس عندها أدوار اليوم كله احنا بنعمل أدوار مختلفة احنا مدرسين احنا أمهات احنا ناس في بيوتنا عادي احنا بنفرح وبنعيت وبنزقط احنا بنعمل كل الكلام ده ففكرة ان احنا نستمر ناخد دور واحد ونصر عليه ويبقى هو ده الدور اللي من حقه اشخاص تانية مرهمش صفة اصلا يبتدوا يقتحي مخصصيات الناس ونبتدي على هذا الاساس نتكلم انه لا احنا نحولها عقاب بعدين استسهل العقاب ده بقى كمان شيء غريب ومخالف دستوريا بالمناسبة لان احنا عندنا دستور المصري ان احنا سنناقش هذه الجزئية القانونية ومدى حقية من قام بذلك بفصل المدرسة سنناقش هذا في الجزء التاني من الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر